ما حكم منع الأجير أجرتاه؟ يحرم ترك إعطاء الأجير أجرته وهو من الكبائر لقوله تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي العهد ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري خصمته أي أنه مغلوب لا حجة له ورجل أعطى بي العهد ثم غدر أي أعطى العهد باسمي كالذي يبايع إماما ثم يتمرد عليها كالذين غدروا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج وغيرهم بعد أن بايعه المهاجرون والأنصار في المدينة